خريطة العملية 3 في كندا لقد وصلت إلى كندا ماذا سيحدث بعد ذلك؟ الخطوة الأولى السفر إلى وجهتك النهائية سوف تساعدك خدمات استقبال المطار في كندا في السفر إلى وجهتك النهائية الخطوة الثانية تعرف على الأشخاص الذين سيساعدونك عند الوصول سوف تتلقى دعم الاستقرار الفوري من منظمتك الممولة من الحكومة و أو من جهتك الراعية بحسب برنامج إعادة التوطين الخاص بك عند وصولك سوف يرحبون بك في كندا ويشرحون القواعد والقوانين الهامة التي تحتاج إلى معرفتها الخطوة الثالثة الإقامة في سكن مؤقت ستقوم منظمتك الممولة من الحكومة أو كفيلك بترتيب إقامة مؤقتة حيث ستمكث عند وصولك إلى كندا لأول مرة تختلف أنواع الإقامة المؤقتة حسب برنامج إعادة التوطين الخاص بك الخطوة الرابعة تقدم بطلب للحصول على وثائق هامة كما ستساعدك منظمتك التي تمويلها الحكومة أو برنامج الكفالة الخاصة بك في تقديم طلب للحصول على وثائق مهمة وسوف يستغرقون وقتا لشرح أهمية كل وثيقة ومن بين هذه الوثائق رقم التأمين الاجتماعي هذا الرقم مهم وهو ضروري للعمل في كندا والتقدم بطلب للحصول على البرنامج والتقديمات الحكومية كما ستتقدم بطلب للحصول على بطاقة تأمين صحي من مقاطعتك أو إقليمك للحصول على خدمات رعاية الصحية في نهاية المطاف وثائق الهوية هذه تخصك لا ينبغي لأحد أن يحتفظ بوثائقك الخاصة بك اصنع نسخاً وقم بالاحتفاظ بها في مكان آمن الخطوة الخامسة افتح حساباً مصرفياً ستساعدك منظمتك الممولة من الحكومة أو برنامج الكفالة الخاصة بك في فتح حساب مصرفي وسوف تزودك بمعلومات حول كيفية الوصول إلى الأموال واستخدامها في كندا الخطوة السادسة انتقل إلى السكن الدائم سوف تحتاج إلى الانتقال من السكن المؤقت بمجرد العثور على سكن دائم مناسب وذلك لإتاحة المجال للأشخاص الآخرين الذين وصلوا حديثاً ستساعدك منظمتك الممولة من الحكومة أو الكفيل في العثور على سكن دائم وعلى فهم شروط عقد الإيجار الخاص بك كما أنها سوف ترشدك على كيفية البقاء آمناً في منزلك الجديد الخطوة السابعة سجل الأطفال في المدرسة والبالغين في صفوف اللغة ما إن تستقر في منزلك الجديد ستساعدك منظمتك الممولة من الحكومة أو الكفيل على فهم النظام المدرسي في مقاطعتك أو إقليمك وسوف تساعد على تسجيل الأطفال في عائلتك في المدرسة في حين أن البالغين سوف يلتحقون بدروس اللغة هناك يدرس البالغون اللغة الإنجليزية و أو الفرنسية مجاناً ويتعلمون عن الثقافة الكندية ويتعرفون على أشخاص جدد الخطوة الثامنة استخدام الخدمات الطبية إذا كانت هناك حاجة طبية عاجلة فإن منظمتك التي تمويلها الحكومة أو كفلائك سيساعدونك يغطي برنامج الصحة الفيدرالي المؤقت IFHP الخدمات الطبية الأساسية لك ولعائلتك حتى تصبح مؤهلاً للحصول على تغطية برنامج رعاية الصحية في مقاطعتك أو إقليمك تأكد من إبلاغ شخص تثق به عن أي احتياجات طبية عاجلة بما في ذلك إن كنت تعاني من الحساسية ولك متطلبات غذائية الخطوة التاسعة تعرف على مجتمعك سوف تحصل على توجيه حول مجتمعك الجديد من قبل منظمتك الممولة من الحكومة أو الكفيل على سبيل المثال سوف يشرحون كيفية استخدام وسائل النقل العام المحلية للتنقل في مجتمعك الجديد بينما تحاول الاستقرار حاول مقابلة أشخاص جدد يمكنك فعل ذلك عن طريق العمل التطوعي حضور دروس اللغة أو في المدرسة التسجيل في البرامج الجماعية المتاحة وزيارة المركز المجتمعي الخطوة العاشرة حافظ على النشاط والصحة انظر إلى الرياضات المختلفة والهوايات التي يمكنك ممارستها الخطوة الحادية عشرة اتخذ خطوات لتصبح مكتفياً ذاتياً بما أنك ستتلقى فقط مبلغاً محدوداً من المال لتغطية احتياجاتك الأساسية فإن منظمتك التي تمويلها الحكومة أو كفلاءك سوف يقدمون لك المشورة حول كيفية إنفاق أموالك بمسؤولية يمكنك أن تطلب منهم توصيلك بالخدمات المتعلقة بالتوظيف الخطوة الثانية عشرة سوف يستغرق الاستقرار في بلد جديد بعض الوقت والجهد اطلب المساعدة عند الحاجة واطرح الأسئلة عندما تجد شخصاً تفق به شارك معه آية مخاوف وتحديات حتى يتمكنوا من دعمك ومساعدتك في إيجاد حلول جميع خدمات التوطين مجانية كل حالة فريدة من نوعها وقد يختلف ترتيب الخطوات في هذا الفيديو حظاً سعيداً في كندا ترجمة نانسي قنقر